خلال الساعات اللي فاتت كان فيه اختلاف في وجهات النظر حول البدء بإمام عشور في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي إيه الحكاية؟ الجهاز الفني قال لكولر إن إمام عشور بقاله ثلاث شهور تقريبا ما بيلعبش وفكرة الدفع به أساسي ممكن تكون مجازفة في المباراة والأفضل إنه يبدأ فيه الشوت تاني أو يشارك يعني فيه جزء من الشوت التاني وطرحوا جهاز المعاون يعني وما بيكلمه مع مرس الكولر وطبعا الكولر عند مرس الكولر إن أفشة هو اللي يكون ثالث وسط الملعب مع ديانج ومروان عطية يعني ديانج ومروان عطية حافظين أماكنهم في تشكيلة النادي الأهلي الكلام على أفشة ولا إمام عشور خد بالك أحكي لك بس حكاية تشكيلة النادي الأهلي اللي هتلعب السوبر إن شاء الله يوم الجمعة القضية محمد الشناوي في حراسة المرمى مفيش خلاف محمد هاني مفيش خلاف محمد عبد المنعيم مفيش خلاف علي معلول مفيش خلاف في ياسر إبراهيم بنسبة تسعين في المية وأكتر هيكون في التشكيلة ورابع خط الدفاع خلاص الرباع بتاع خط الدفاع أدي كاركتو وسط الملعب في مين في حمدي فتحي في عفوا الله يمسي بالخير حمدي فتحي في مران عطية وفي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ده الأقرب مهم عشور في الصورة بس محمد مجدي أفشة هو الأقرب تمام؟ اعرضونا جماعة التشكيل وإحنا من الكل وفي خط الهجوم هيبقى موجود بيرستاو وأحسين الشحات ومحمود كهربا هذه هي تشكيلة النادي الأهلي الأقرب لمواجهة الاتحاد العاصمة الجزائري في السوبر يوم الجمعة القادمة تشكيل مرة أخرى محمد الشناوي في حراسة المرمة محمد عبد المنع وياسر إبراهيم سنائي دفاعي محمد أياني على اليمين علي معلول على الشمال سلاسي في وسط الملعب أليو ديانج مران عطية أفشة بيرستاو وكهربا وحسين الشحاد هذه هي تشكيلة النادي الزهبية اللي حصلت كل البطولات الموسم الماضي هي الأفضل للنادي الأهلي توي